اشتركوا في القناة بعد دفن جثمان الشهيد قدم المشيعون أصدق التعازي لأهل شهيد الواجب ولجميع ابناء البحرين سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل الشهيد بقبول حسن ويسكنه فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن أولئك رفيقا مشيدين بعطاء الشهيد في حماية الوطن والذود عنه وما جسده من تضحية وبطولة في سبيل أداء الواجب الوطني داعين المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته وينزله منزلة الصديقين والأبرار ويلهم أهله الصبر والسلوان كما أعرب المشيعون عن اعتزازهم وفخرهم بكل منسوبي وزارة الداخلية وما يقومون به من جهود واضحة وملموسة في سبيل ترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة وفي ذات السياق لفت المشيعون إلى دور رجال الأمن وجهودهم في تحقيق الأمن والأمان لجميع الأهالي والمواطنين داعين الله عز وجل يحفظ منسوبي وزارة الداخلية وكل منسوبي الأجهزة الأمنية الساهرة على راحة المواطنين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة